ياسر البحري أرحب فيك في الحلقة الأولى من برنامج مثير شكر لك هذه الاستضافة ومنح الفرصة للقاء وإياك وإجراء هذا الحوار حوارنا اليوم ما رح يكون عن أشياء اللي صارت معاك بيكون عن الأشياء اللي صارت بداخلك بنحاول في هذا الحوار نسألك أسئلة ونكتشف بعض الاكتشافات أتمنى تكون مفيدة أتمنى تكون حلقة ممتعة وخفيفة أشكرك مرة ثانية وشالوي بيجن لنفعل ذلك لنفعل ذلك الشاب الطموح اللي عنده طموح يروح أمريكا صاحب البعثة لدراسة الماجستير والدكتورة صاحب البزنس اللي عنده بزنس شغال وناجح تمه محكم بثارتعش سنة خلالها كتير من الأشياء اللي صارت معاك ألفت مجموعة من الكتب وصلوا إلى ستة وعشرين كتاب علمت العديد من الناس عن الإسلام وفعلا دخلوا في الإسلام علمتم عن القضية الفلسطينية وغيرها وغيرها الكثير هذه الأشياء كلها تخليني أسألك السؤال الأول بالنسبة لي اللي ودي يعرف منا عن شخصية ياسر هل أنت شخص مخاطر؟ رسك تيكر؟ أنت رايح لدراسة في أمريكا شيء اللي خلقت التجه إلى البزنس هل دراست السوق الأمريكي؟ هل تعرف عن البزنس؟ هل كان عندك بزنس في الكويت؟ وعلى أثر هذه التجربة دشيت في تجربة بزنس اللي بدت منها كل هذه القصة قصة ياسر البحري؟ بزنس في الكويت ما كان عندي شيء يذكر ولكن عندما سوتي الماجستير كنت منغمس بالدراسة كنت أدرس 2 ساعة باليوم بعد ذلك حسيت أن الدراسة لم يصابها ومن نفس الوقت قررت لقد قلت اوكي، لماذا لا أفتح بزنس؟ بينما أنا في الولايات المتحدة الأمريكية بالنهاية هناك فرص للعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن اللي صار خلص الماجستير وانتقلت من بوستن إلى فلوريدا أول سمستر لما أخذت وضعي واستقريت في فلوريدا شفت أن عندي وقت فراغ طويل قررت أن يفتح بزنس هل أنا ريشك تيكر؟ هل كانت مستحلة العملية؟ حسنا لا أعلم عن ذلك هل لنظرة الناس السلبية عن أمريكا وتعاملها مع العرب والمسلمين فعطاك الكريدت؟ ليش الناس تفعلت معاك؟ الناس تفعلت معاك لأن في شخص كويتي أصيل اسمه طلال البحيري هو اللي عرف الشعب الكويتي فيه ياسر البحري لو تلاحظ أن نظرة الناس لا يوجد سلبية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بالعكس الناس تصدق هاليوود وصدق السيتكوم وصدق CNN Fox News وصدق السابق وصدق السابق عندما يأتي الشخص رجل ورجال قليل مثل طلال البحيري ويعرف الشعب الكويتي بل الخليج العربي بأن هناك كويتي شاب متزوج عنده بنتين مظلوم الفضل كله لله سبحانه تعالى ثم طلال البحيري هو اللي يعرف الناس ووضح للناس أن ياسر البحري رجل مظلوم في الولايات المتحدة الأمريكية يعني قوة الإعلام لا حكم الشخص طلال البحيري على سبيل المثال قاعد مع الآخرين سمع قصتين خلال أخواني قاعد مع أصدقائي شاب بعض الأوراق هذا إنسان فعلا مظلوم وأنا أوقف معه ليس مهم السمعة ليس مهم الناش راح تطالعني شو تقول عني أنا مقتنع تماما أن هذا الإنسان مظلوم وأنا بأدعمه وساعده فشخص واحد آمن في القضية نعم شخص واحد اسم طلال البحيري أنا صراحة أوجه للتحيل للطلال وأحب أعرف هذه القصة من طلال مباشرة إذا سنحت الفرصة أشكرها على الدول اللي قام فيه ولكن بالتأكيد يكون القبول هذا من الله سبحانه وتعالى إنسان ممكن يتكلم عن شخص لكن موضوع القبول موضوع ثاني طيب أسئلك الآن بعد هالسنوات هذي كلها ثلاثة عشر سنة ما رح يرجعون أبدا ما تشعر بالغضب لا نهائيا أول شيء ما رحوا مكان عشان يرجعون يعني أفهم لما تقول لي أنا تعلمت فيهم واستفت فيهم نعم أكيد لكن ما رح يرجعون هل قصدقانا خسرتهم؟ بالطبع لا الحمد لله رب العالمين أنا سويت دخل السجن اللي غيري ما قدر يسويه بالعالم الحر أنا كتب ستة وعشرين كتاب كل كتاب ثري للغاية حماة إسراهيل على سبيل المثال سبعمائة صفحة أكاديمي من الدرجة الأولى يوم حطيت نسخه لزيته حق المرشد التابع لي في فلوريدا ستايد وقراء أنصدق قال البحر أنت مسجون في السجن؟ أو في مكتبة عامة؟ كيف استطعت تحصل على كل هذه المعلومات؟ بينما أنت مسجون كتاب حماة إسرائيل كتاب إسلاموفوبية في أمريكا كتابي حتى عن قصة أهلي شباب الأزمة قصتي خلف الأسلاق الشائكة ألف ليلة حبس وفرادي أنس في بلاد العناكب عن قوانتانا موبي ما حدث بالناس الذين كانوا هناك؟ هذه الإنجازات أنا أعتبرها وسام القصص هذه صح بعضها شخصية ولكن القصص هذه للتاريخ والكتب الأكاديمية إلى اليوم ولله الحمد عندما تكرم واو البحري واو جيدا هذا نحيك عن الحمد لله رب العالمين والناس الذين أسلموا عليه بالمئات بيك على النقطة هذه أنت تتكلم دائما في أنك اللفت 26 كتاب وهذا تحتاج إلى الإنسان أن يحضر الكثير يقرأ الكثير كانت عندك فرصة أن تستثمر وقتك استثمار حقيقي أتصور أن في قصة مالكوم أكس فيها شبه وهو أعد نفسه للمجتمع والناس بأنه ثقف نفسه من خلال وجوده في السجن ما بين الفخر الشعره والغروب وأنت تتكلم دائما تقول أنا واثق من نفسي وواثق من الإمكانياتي وهذا الأمر جيد أسألك من وين هت هذه الثقة يعني مثلا هل هي جانب من التربية كان هل أنت إنسان خد تجارب عديدة فسببت وعطتك هذه الثقة في نفسك في إمكانياتك هل عندك قدوة بحياتك أصدقاء حولك يعني نحن عرفنا الآن عن شخصيتك أنه عندك هذه المؤمنة والدليل أنتاجك الذي أنتجته والأشياء التي تقدمها للمجتمع ممتاز شنو أصل هذه الثقة أما الإنسان يعرف شنو ضموحة شنو أمكانياته ما هي مواهبة قدراته يؤمن في نفسه هذه الثقة ما تحتاج التربية بالطبع القدوة الحسنة بالطبع ولكن ما هي قدراتك ما هي مواهبك هل أنت تؤمن بنفسك الأمور هذه إذا توفرت في شخص واحد فلغت الانسان يعني هل تقول أنت أن الوضوح يخلي الإنسان يثق يعني وضوح الإنسان انه يعرف نفسه وأنه يعرف قدراته كلما صارت واضحة بالنسبة له كلما زادت ثقه في نفسه فالعكس صحيح هل الناس ما تعرف نفسها بشكل صحيح ما تعرف قدراتها ما تعرف امكانياتها مو مكتشفة نفسها؟ هذا سؤال فكسفي أو علم نفس لأن العكس إجابتها بتكون الإجابة اللي انت بتترقل فيها علماء النفس هم اللي يجاوبون السؤال أنا أقول لك أنا أعرف شنو قدراتي أعرف شنو مواهبي أعرف امكانياتي مواهبي أعرف اللي أقدر واللي ما أقدر أسوي وبنان عليه أتصرف الثقة موجودة وإن شاء الله راح تكون موجودة عدم وجود الثقة لأن الناس ما هي عارفة ذاتها وشخصها ربما هل هذا أحد الأسباب؟ ربما السبب هذا متوفر عندي ماني مغرور ما في شيء ينقر عليه ولكن مؤمن بذاتي مؤمن بقدراتي مؤمن بطموحي ومؤمن بالطريقة اللي أنا قاعد أسير عليه أني على أمل أن يؤثر اليوم من اليوم هو في قضية الوضوح في دكتور فرانكل هذا عالم نفس نمساوي أحد الناجين من السجون النازية في إحدى اللقاءات تسئلة المضيعة وتقول ما الذي يجعلك تنجو قال لها وجود معنى من المعانات إذا المعنى واضح من المعانات سيكون لديك أمل إذا المعنى غير واضح من المعانات التي تمر فيها لأي سبب كان تحول إلى يأس وأتصور غاطة شيء مهم في وضوح المعنى للإنسان وفي وضوح المعنى في حياته في هدفه في نفسه أنا لا أفق بالرأي لأنني لدي نظرية أحزم منها لا أحترامي حق العالم فرانكلين لدي نظرية أبسط وبعيدة عن علم الناس الشعب المصري العظيم لديه مقولة والمقولة هي كالتالي ما صرحة تروب وتحلى ما صرحة تروب وتحلى وانت الآن في مشكلة ما رح تكون الأبد انت الآن الدنيا غيم ما رح تكون غيم الأبد يوم من الأيام الشب سوف أتشرق يوم من الأيام الدنيا رح تبتسم ولكن يجعلك جاهز إلى اللحظة هذه عندما تبتسم يجب أن تبتسم يجب أن تبتسم دوام الحالم المحاد طيب الآن يعني بعد هذه السنوات الطويلة في مكان ما مع مجموعة من الناس مع أنظمة محددة متدقوم متتاكل متتناب وهي آخر يعني هذه الفترة أكيد في شيء علق بشخصية ياسر البحري وما قدرت تتخلص منها أنت تم في شخصيتي صرت الآن أنت يعني هذا الشيء وكأنه التصق في شخصيتك إجاباً أو سلباً ممكن تقول لي أشياء مثلاً واحدة من الأشياء التي أعرفها على سبيل المثال أنت تنام من بكشر أنت يعني بعد صلاة العشاء تكون هذا الوقت وقت الخلود إلى النوم ماذا تم معك من هذه التجربة؟ مثل ما بدلت أنام بكير وأصحاب بكير وهذا نظام استيديو ولكن في نفس الوقت ما عندي داعي أني أسهر لو في عندي أي داعي أني أسهر عشان راح أسهر لو عندي بزنس يسكر ساعة 12 راح أسهر له لو عندي برنامج برودكاست لساعة 12 راح أسهر له راح أعدي اليومي ووقتي وأنسق ولكن الآن جدولي عبارة عن رياضة بثوث صباحية تصوير في الستيديو طلع مع الأهل غداء صلاة كوفي وحاة راسي ولا يعني حياتي بسيطة للغاية فما أحتاج أني غير روتيني روتيني تغير أوفرنايت إذا كنت أبي ولكن سوفار ما أحتاج أني غير روتيني فروتيني السجون أنام بكير وأصحاب بكير عجبني وفسمي جيد بالطبع قد يبدو الكلام غريب لكن الإنسان المحظوظ اللي يعيش حسب ما الطبيعة تفترض أن الإنسان يعيش لأن المفروض أن الإنسان بالسبع ثمان مفروض أن هذه نهاية اليوم بالنسبة لها يقولون يقولون الملاتون يزيد والسارتون يخفض في الدماغ وهذا أكتب أبحاث عديدة في عدة أبحاث حوالي العالم تتكلم عن أن كثير من الهرمونات تفرز في راحة الإنسان وفي وقت راحة الإنسان ووقت الليل ومفروض أن وقت الصبح الذي يبدأ من الفجر هذا البداية الحقيقية ووقت النشاط والأرزاق نعرف كمسلمين موزعة بهذا التوقيت أهم سؤال شدني ومن أحد الأشياء أنت دائما تكررها بشكل الفاني بشكل مضحك لقد ذكرت أنك وصلت لمرحلة قريبة من الجنون ما يعني قريبة من الجنون يعني ما كنت تتكلم عن نفسك تكلم عن صورة معينة وقلت أنقذني ربي من الوصول إلى هذه المنطقة حسنا حسنا سؤالي قضية انفرادي مئات الأيام كتاب كتاب كامل عن تجربتي في الحبس الانفرادي اسم الكتاب ألف ليلة حبس انفرادي بعد تقريبا 45 يوم وانت بالانفرادي بالانفرادي تبدأ تحلوس تبدأ تكلم من نفسك تبدأ تشوف أغراض وشغلات تبدأ تسمع أصوات بعد 45 يوم بعد تقريبا ثلاث شهور تبدأ نفسك ترد عليك وتكلمك أنت أول شي يتكلم نفسك وعيد ناس يتكلمون نفسهم وشارع الناس يتكلمون نفسهم وهذا شيء طبيعي لما نفسك تبدأ ترد عليك وهي تبدأ الحديث معك تتعرف أنك وصلت إلى مرحلة الجنون ماذا تتحدث؟ ماذا تتحدث؟ بما أنني دارس ومتعلم وأنا ترجمت أحد كتب عالم الدماغ بما أنني دارة أتعلم أيقنت كنت مدرك الوقت أتتحدث أتتحدث ولكن الله سبحانه وتعالى ستر ورطف وصلت إلى مرحلة الجنون وصلت إلى مرحلة الجنون وصلت إلى مرحلة الجنون ما تحدث فيهم؟ ما تحدث فيهم؟ الجنون الجنون المسلمة الجنون يعني خلاص خرج ولا ميعد تذكر غانم الصالح خرج ولا ميعد ورأت حلقة وصلت إلى مرحلة الجنون وصلت إلى مرحلة الجنون أنت استخدمتها أنا لم أعدك بقبل في دعوتك للإسلام وخصوصاً للناس الأمريكان من أصل أفريقي ما كنت تقول لهم منكم أن تعتنيقون الإسلام أنت استخدمت له أنت ستعود إلى الإسلام صحيح مرحلة هذا الموضوع يثير الفضول لما تقول لك إنسان أنا عرف على أشدادك وأسلامك وأبائك ولكن ما تتعرفه وإنت دعيت أن هناك 30% من أصل هؤلاء الأمريكان الأفارقة في الأصل مسلمين فعندما تلفت انتباههم بهذا الشكل ويكون مدخل بالنسبة لهم ثم يقرؤون عن الدين ويتعلمون عن تعاليمة ويشوفون المسلمين كيف يتكلمون ويتعلمون وهذه السكينة فهيكون أدعى لدخول كمدخل تسويقي إلى الدعوة واحد من وينية الفكرة أن تسويه بهذه الطريقة الثاني لا تصحت هذه المعلومة أنه 30% من أصل صحيح أمي بلمية وفقاً لكتب التاريخ كتب التاريخ تقول أرقام أكثر من 30% ولكن أنا أعطيك مينموم التي تقصد من أتوا من أفريقيا إلى أمريكا خلال 250 سنة الماضية الأوروبيين المراحل وستوطنوا في الولايات المتحدة الأمريكية أخذوا معهم ما يقارب بالخمسين مليون شخص من أفريقيا مروا العصور بعدين أبقوا على 12 مليون ما سووا بالباقي؟ المتحدة في الحياة إبادات ويشوفون من هالخمسين مليون المتحدة التي أخذوهم خلال 250 سنة أخذوا الكثير من وست أفريقيا وهي الغين السينيغال وتحت قليل القبائل هناك في قبيلتين كبار واحدة اسمها المندنقة واحدة اسمها الفولاني ودائما في العراق وحرب المندنقة كانوا في جنوب السينيغال طبعا تحت الإيتشاد ومريتانيا ويوصلون إلى مالي والفولاني شمال أفريقيا شمال أفريقيا بطبعهم هم مسلمين قبل المندنقة المندنقة كانوا يحقطون الناس يصطادونهم ويبيعون حق الأوروبيين على الشاطئ الأفريقي كان يبسك الأفريقي الآخر يبسك أخيه الأفريقي ويبيع حق الرجل الأبيض فرق تسل الأبيض مهمة قال للبيع عندكم ناس للبيع قال عندنا هذا ما يبيع قبيلتين هذا يبيع القبيلة التي دائما يتعارك معها يغزيهم يأخذ حريبهم يأخذ رجالهم يأخذ أطفالهم يروح على الشواطئ ويبيع حق الأوروبي الأوروبي يأخذ الأفريقي عادة من قبائل الفلاني ويصدرهم إلى الكاريبي الكاريبي إلى البرازيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى اللاتين أمريكا ويبيعون ثلاثين بالمئة من هالناس هذه مره 250 سنة ثلاثين بالمئة هذا كلهم كانوا مسلمين قبيلة الفلاني مسلمة فهذه الإحسائيات كما تشير إليه كتب التاريخ داخل السجن وفقاً لـ الأي دبارمت وفقاً لإحسائيات الأبية الكلام هذا أنا كتبته في كتاب الإسلاموفوبي في أمريكا داخل السجن ثمانين بالمئة من الناس اللي غيرون دينهم بينما بالسجن يختارون الإسلام ما لا دخل أبي ياسر ولا بطريقة تسويق ولا طريقة أن أعدتم من جديد للإسلام أجدادكم كانوا مسلمين ما لا دخل ثمانين بالمئة من الناس اللي يغيرون دينهم بينما بالسجن يختارون الإسلام مع أن اليهودية متوفرة مع أن الطواف المسيحية الأخرى متوفرة البوذية متوفرة الهندوسية متوفرة ثمانين بالمئة يختارون الإسلام يقول لك واحد من كل ثلاث أمريكان فيه عمرهم يغير دينه ثمانين بالمئة داخل السجن يختارون الإسلام اللي قاعد يصير في أمريكا الخمسين سنة الماضية ظاهرة كونية ياسر يكون أحد الأسباب فلاني يكون أحد الأسباب لكن هذه الظاهرة جاء من فوق لذلك الإحصائيات تقول سنة الفين واربعين اللي هو بعد ثمانتاعش سنة المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية من ستة مليون راح يكون ثمانتاعش مليون اليوم تقريبا ستة مليون سواء عرب سواء أفريقيين سواء عن حنود سواء من باكستان الفين واربعين رقمهم راح يصل من قارب ثمانتاعش مليون يعني تشربل ثري تامز عدد المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية سنة الفين وواحد قبل أحداث احداعش تسعة عدد المساجد أربعمائة وخمسين مسجد اليوم اللي هو ليس سنة قبل إلى حتى كتابة كتابي سلام وفومي في الأمريكا عدد المساجد في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من الإعلام السربي داخل الولايات المتحدة الأمريكية الآن 1450 مسجد هذه الظاهرة الكونية تتحدث 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 لا يمكنك أن تفعله لا يمكنك أن تفعله ياسر كم ناس أسمع على أي ياسر هذه الظاهرة جاءة من فوق لماذا؟ والله متم من نوره ولو كره الكافر سبحان الله فعلن هي شيء من فوق الآن العودة للسؤال أحب أن أعرف أكثر إلا ما تقول للناس أنكم راح ترجعون إلى الإسلام وش راقد تفعلهم أوكي شوى الأفريقيين خاصة الأفريقيين واللاتينيز فعلا نسبة كبيرة من الأفريقيين الأمريكان ونسبة كبيرة من اللاتيديين فعلا وصولهم أجدادهم فعلا كانوا مسلمين فتفاعلهم أكثر من يسمع لأنهم عندهم كراهية للرجل الأبيض يبون بديل للديانة المسيحية اللي الرجل الأبيض فرضى عليهم فلما أنت تجينا وتدعطيك فكرة تقولنا ترى وانسا بوانا كان يمكان أجدادك كان المسلمين يقول أوكي بما أني أنا ثرد ضد الرجل الأبيض باسمه ما بحتى أحمل اسمه لأنتدري الأسود في أمريكا يسمى جانسون جاكسون فيكسون ديكسون هذه ليست أسماء أفريقية فأقول زي ما أنا بدخلنا عن أسامي هذه أختار أسامي أفريقية سواء أدى بيسي سواء جمهار جميل زي ما أنا أثور ضد كل شيء أبيض إذن لماذا أيضا المسيحية هذه أيضا أثور على الدين الدين المسيحي لأنه أعطاني إياها أنا ما بين ما هي والخيار يقول أجداد المسلمين بانغو أنا مسلم أيضا هذه كانت النظرية خاصة لما تسمع راب موسيق السنجر من ناز لجي زي لآخرين حتى تي بين هذير تركل المسلمين هذير بي أغاني يقول لك يقول لك الهجنة 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 نحن 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 عندهم حالة من التمرد خصوصا في العبودية في الأسنين طويلة سبحان الله منطبق تماما مع الواقع الأمريكي إنهم يثورون هذه الكلمة يرددونها حتى في الراب كالتر هذه الكلمة الدائمة لا تتردد إنهم يثورون الثورة ياسر علمت زملائك عن الكثير من الأشياء علمتهم عن السياسة عن القضية الفلسطينية تعلمت لغات وعلمت لغات وطبعا دعوت للإسلام عدد كبير جدا السؤال هذا من شقة الشقة الأول إجابة النعم هل أنت شخصية معطاءة؟ بالطبع أنا أمشي بالآية بالقرآن والذي تقول بسورة مريم وجعلني مباركا أينما كنت أحاول أطبق الآية هذه على نفسي أحاول أن أكون مصدر إلحام للآخرين مصدر معلومات للآخرين حتى لو ابتسامة حتى لو طرفة حتى لو ضحكة سوف تأثير شيئا مني وليسي أعطيني متعة ولكن مالا فاكت سوف تساعدك لكن أنا أعتقد أن هذا ندال واجب أنا عندي لكن هناك نتيجة مباشرة لك عندما تعطي عندما تعلم أحد لدخل أحد الإسلام الفرح في هذه الأشياء ليس أمر مستبعد الإسلام وهم أشياء أخرى الإسلام لدينا سبحانه وتقال إن شاء الله لن تحسن نعم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لكن في عموم أنا أعلم أنت تقول لي البحري واحد زاد واحد اثنين ما رح أبخل عليك بمعلومة أنا أعرف الإجابة ما رح أسكت يقول لي ياسر واحد زاد واحد أنا أخاف أقول لي واحد زاد واحد سير اثنين ثم يفهم ثم يفهم ثم يستفيد ما عندي معلومات أنا مستعد أن أتشارها أتشارها خاصة ثم يبدأ احتماما أنه فعلا يتعلم سواء الصمع سواء 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 في أبسط الأشياء قد تكون أكبر التغيرات وفي أدق التفاصيل تحصل أكبر التغيرات لكن الإنسان اللي عنده الرغبة والنية والدافع للعطاء هو اللي يستلذ بالنتائج والنتائج تكون عليه شخصياً مو شرط رياض مو شرط نتائج مو شرط نتائج مادية لكن مجرد الشعور للجميع كنتيجة ثانوية بس مو هذا لأسأله أسأله مو من النوع البشر اللي يعطي الفقير خمس زنانين عشان هو يشرب السعادة مو هذا جوي أنا دعلي واجب أني يعطي الفقير أعطي للفقير لأن هذا واجب مو لأن راح أستلذ من وراه أنا أشعر جيداً لا إذا أشعر جيداً أشعر جميع الأشياء يمكنني أن أفعل أعرف كيف سؤال عن حوار بينك وبين أحد زملائك في مرحلة اعتماد الماجستير كان لابد أنك تتعلم لغة ثانية عن اللغة الأمريكية وأحد شروط اجتياز الماجستير أنك تتعلم اللغة الثانية رحت مع زميل إلى قسم تطلبون إعفاء ودعوا بأن العربية غير معتمدة فلابد أنك تتعلم لغة ثانية ياو شارك المعلومة فأنت تحديت أو خدت الموضوع بشكل تحدي وقلت لها شوف شنو راح أسوي صحيح ورحت حق رئيسة القسر كان رئيسة القسر كان رئيسة القسر اسمها سويني سويني وقلت لها أن هناك 450 مليون إنسان يتحدثون اللغة العربية صحيح يجب على هذا المنطق أنكم تعتمدون اللغة وانتم اعتمدتها لستة مليون اليهودية عبرية هذه اللغة فمن باب أولى أنكم تمنحوني الاعتماد وتعطوني الاعفاء معناها أنا عندي لغة ثانية وبالفعل هذا اللي حصل وقبلت حجتك المنطقية والإقناع وانت ذكرت كلمة وما رجعت لي صاحبك وهذا اللي أنا أركز عليها انت قلت له تمسك بمبادئك وعرف تاريخك كيف من تمسك المبادئ ومعرفة التاريخ أن تحصل على الحجة والمنطق أو تساعدك في بلوغ أهدافك المثل هذا اللي انت ذكرته يعني أنا كنت في قسم الفلسفة والفضل يعود إلى العرب والمسلمين في حفظ كيان الفلسفة المعاصرة في حفظ كيان الفلسفة العربية الفلسفة الحديثة والفلسفة المعاصرة اليوم ما كانت تكون فلسفة لولا العرب والمسلمين لأن العرب والمسلمين هم أيام الدولة العباسية ترجموا كل مخطوطات أرستو وأفلاطون من اليونانية إلى العرامية إلى العربية بعد ستمية سنة الأوروبيين بعد ما ضاءت المخطوطات الرئيسية باليونانية لجأوا للعرب وأخذوا من العرب ترجموها باكتو أرميزن وباكتو اليونانية وبعدين ردت ترجموها الإنجليزية التراتبية هذه ما كانت راح تكون لولا فضل العرب الفلسفة العرب والمسلمين إلا في أيام الدولة العباسية إذا انت تعرف المعلومة هذه وتدخل على رئيسة القسم وتقول أنت شايفة نفسك على ما انت هذه كلها كرسيج قسمك الكبرى على مبني مؤسس على فضل العرب العرب هم اللي بنوا هذا كلها انت حين رئيسة القسم في جامعة محترمة في بوستن كالج فانت لما تجيبهم بالحجة هذه ناوسة ناوسة الآن أدركت صح شو كنا غافلين في الموضوع هذه فهذا اللي حدث لما انت تعرف مبادك وتعرف تاريخك ما عندهم حجة وأصلا حتى لو رئيسة القسم هذه ما وافقت تقرأ جرحة التحقيل وتبديها محكمة فاللي عند المعرفة عند القوة للنقاش واللتفاوض واللحصول على ما بالطبع يعني تجرب رحيم مثلا انت بتأجر محل تقرأ المجمع عندها ثلاث محلات للإيجار إذا انت تعرف ما هو العقد الذي يسوى مع الآخرين تعرف أي منطقة كلمة أعطى هذا ستة شهور للسماح طيح ألف دينار من أجار هذا حق مكيفات حق الثالث لما انت تجي يقول لك والله أعطيك شهر سماح المكيف عليك والأجار ثلاث ألف قل لحظة لحظة حبي شسار بيبوي سوي نزل من شدي والمكيف عليك وسوي عقد خمس سنوات معه الحين يحسن أنت فاهم الحين ما يقدر يأخذ راحته ويقض كل شيء في حظنك انت المسؤول عنه فإذا انت عرفت أصول اللعبة ما عليك إلا أنت يديل ويجب عليك فكرة عجيبة لا تترحل ودائما أتذكر الآن كلمة معرفة ترتبط معها كلمة قوة 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 المعرفة قوة المعرفة فعلا المعرفة لما نتعرف تصير الأقوى في التقاوض والوصول إلى الهدف أن يكون هذا الهدف معلومة أنا أمانة أحب أن أعرف عنها أنت قلت أنك عرفت عن بناتك الثمتين الله يحفظهم خلال السامات هذه الطويلة من خلال الرسائل والصور والذي كانت زوجتك باستمرار تمدك فيهم وترسلهم لك فالأحداث التي حصلت معهم تطورات حياتهم المراحل المناسبات كلها عرفتها من خلال الرسائل ومن خلال الصور ما الذي يجعل أمري أن تؤمن فيك لهذه الدرجة وما مدى تأثير أن يكون عندك إنسان داعم بهذا الشكل وعنده الأمل والصبر وعنده الاستمرار في دعمك ودفعك في خلق هذه الروح المعنوية ومن خلال الرسائل أريد أن تتكلمني عن بنت جاويد نعم بنت ناس ناس طيبين أوي كمان ليس أي ناس يعني قالت معاها بالسراء والضراء فعلا قالت معا بالسراء والضراء يمكن أن أحيانا أنا شك نفسي حتى أشك بنفسي هل أنا فعلا أستاهل كل هذه العطاء العطاء كان بزيادة لدرجة أن أنا أخجل وشدة العطاء وشون واقفة معاي فترة هذه كلها طبعا هذا كله يبدأ من الإيمان أن تعرف من زوجه تعرف يعني مبادئه تعرف سلوكه يعني بالنهاية تعرف بنت الناس بنت ناس محترمين وصغيرة في العمر ما رح توقف معاك هالواقفة هذه إلا فعلا مؤمنة فيك أن أنت فعلا بريء إلا أنت فعلا معدانك طيب أنت فعلا حاشتك طامة كبرى وعندما تأتي الطامة الكبرى ستحرب الرجل يكون يحرب بس إهيا وأخريات ما تغير رح يحربون لثلاثة عشر سنة تولت المسؤوليات لوحدها واصبرت لوحدها وحنا في مجتمع شرقي وعربي ويتم النظرة لمثل هذه العوائل بشكل سلبي في غالب الأحيان البنات تعرضون لمواقف بسبب هذا الأمر يخفون بعض هذه المعلومات فقوة أن الإنسان يؤمن فيك على الرغم من كل هذا أعتقد أن يصنع إنسان بداخلك لا يمكن أن يتحطه الحمد لله سؤال الأخير في هذه الحلقة التي صراحة أنا استمتعت جدا فيها شخصية معروفة عنديكية شخص اسمه جيم رون ما رأيك؟ نعم جيم رون انتربنور موتباشنال سبيكر ورايتر كاتب له جولة عجيبة استوقفتني من وقت ما سمعتها يقول أن الإنسان هو أحد شخصي أما يكون مثال يحتذى به أو يكون عبرة الناس تعتبر منه يقول إذا لن إكزامبل أو وارنينك أنا ترجمة ترجمة مش عارفية لكن ترجمة تصل بالمعنى إلى الجمهور ياسر البحري بشكل مباشر أنت مثال يحتذى به أما عبرة الناس تعتبر منها السؤال هذا مرور تلقي حق الجمهور رأيي شخصي أتوقع أنا عبرة هل أنا مثال؟ أعصبر يمكن المثابرة يمكن الاجتهاد يمكن التعثر والوقوف والمضيق من جديد يمكن هل قصتي عبرة الاخرين؟ أعتقد أنا مزيج من الكلد الشخصيتين أعتقد أنا مثال في بعض الأحيان وإن شاء الله لا يكون مثال في بعض الأمثلة وأعتقد أنها قصتي عبرة الاخرين إذا كان هناك شيء يريدك تضيفه سؤال ما نسأل أو أنت حاب توضح أمر معين؟ شكرا جزيلا شكرا لك ياسر البحري على هذه الفرصة مرة أخرى استمتعت بحوار معك وأشكر للجمهور العزيز المتابعة مننا للاستفادة وإلى حلقة قادمة وشكرا لك يا ياسر شكرا لك شكرا لك